أنا أشوف وخلي أطرح لكم مثال جئت بهذا الشاهد في بعض أوراقي البحثية تعرفون شاعر النيل؟ نعم حافظ إبراهيم موالشكل؟ شاعر مشهور له قصيدة طويلة اسمها القصيدة العمرية يمدح بها عمر بأنواع من الألوان من المدائح انظروا ماذا يقول ينشد في فضل عمر ما يثلب به النبي صلى الله عليه وآله يعني شوف الميزان المختل عند هؤلاء القوم يقول في وصف عمر يقول أخاف حتى الذرار في ملاعبها وراع حتى الغواني في ملاهيها أرأيت تلك التي لله قد نذرت أنشودة لرسول الله تهديها قالت نذرت لئن عاد النبي لنا من غزوة العلا دفي أغنيها ويممت حضرة الهادي وقد ملأت أنوار طلعته أرجاء ناديها واستأذنت ومشت بالدف واندفعت تشجي بألحانها ما شاء مشجيها والمصطفى وأبو بكر بجانبه لا ينكران عليها من أغانيها تعرفون القصة التي روتها عائشة أنه النبي كان جالس عندي وعندي جاريتان تغنياني بغناء وواحدة قالت نذرت لله إن رجع النبي سالما فأنا سأضرب بين يديه بالدف وأبو بكر أيضا كان موجودا وأنه على أساس ما حصل شيء يعني والنبي مستمتع بهذه الوصلة الطربية الوصلة الطربية عرفت وشلون؟ وكذلك أبو بكر يعني والمصطفى وأبو بكر بجانبه لا ينكران عليها من أغانيها حتى إذا لاح من بعد لها عمر خأرت قواها وكاد الخوف يرديها وخبأت دفها في ثوبها فرقا منه وودت لو أن الأرض تطويها قد كان حلم رسول الله يؤنسها فجاء بطش أبي حفص يخشيها فقال مهبط وحي الله مبتسما يعني النبي وفي ابتسامته معنى يواسيها قد فر شيطانها لما رأى عمر إن الشياطين تخشى بأس مخزيها يعني شوفوا هذه الأبيات شنو معناها؟ معناها أن النبي صلى الله عليه وآله والعياذ بالله كان يقبل بالغناء وبحضور الشياطين لأنه شيطان كان حاضر هذه مو تضرب بالدف فالشيطان حاضر والنبي هم قاعد مستمتعي يعني ما عنده مشكلة حتى إذا لاح عمر شنو؟ خافت وهرب الشيطان إن الشياطين تفر منك يا عمر هذا ما ينسبونه للنبي صلى الله عليه وآله ينظم على هذا الأساس أبياتا هي في متح عمر أنه تفر منه الشياطين لكنها في باطنها ذم لرسول الله صلى الله عليه وآله إذ تثبت أنه لم تفر منه الشياطين النبي لا تفر منه الشياطين عمر تفر منه الشياطين النبي يقبل بالغناء والمسخرة واللهو والأنس والطرب وعمر لا يقبل هذه المشكلة يا إخواني هذا كفر هذا اختلال في العقيدة اختلال في الدين